ارسم حواجب ازاي مشكلتنا في الحواجب وان انا ارسمها ازاي وارسمها بطريقة احترافية ازاي هنقول دلوقتي مع بعض الماتيريا اللي احنا بنشتغل به وهنعمل به ازاي بس قبل ما ابدأ هحب ارحب بديفتي الموديل الجميلة رانا اهلا بك رانا هنطبق على رانا النهار ده رسم الحواجب هقول لكم ازاي ترسمي بطريقة سهلة وهتطلعي حواجبك بورفشنل واجدع من اي حد تعالوا كده نبدأ خطوة خطوة اول حاجة انا معي الحاجة بقى اهو تمام لما بيجي الحاجة معي لازم استخدم براش زي دي تمام الفرشة دي دي زي فرشة المسكرة تمام اهي حضرتك بقى ما عنديكش فرشة شبهها جيبي فرشة المسكرة اخسليها كويس جدا ونضفيها وابدقي استخداميها لكن بنعمل ايه اول حاجة انا برفع شعر الحواجب كده الفوق برفعه الفوق جدا ليه انا برفع شعر الحواجب لفوق علشان بيبني خط الحواجب المفروض ان انا همشي عليه تمام طيب احنا هنشتغل بايه هنشتغل بجل جل حواجب ده شكله كده تمام الجل دايما اغلب الوقت بيبقى ناشف فبقى محتاج معيه قطرة انا طبعا مش مصرح لي بس اقول اسمي المنتج او الميكوب ممكن تبعتولي على البيت جوانا هقولكو اسم كل حيجة انا اشتغلت بيها بس احنا بنجيب القطرة كده بنحط نقطة واحدة على الجل اهو علشان اقدر اشتغل به تمام باخد كمان البراش بتاعتي بتبقى كده بتبقى البراش اهي مشتوفة كده بالشكل ده اللي انا اشتغل بيها اللي رسمي الحواجب هاخدها كده الجل معيه احنا حطينا نقطة من القطرة علشان زي ما قلت لحضراتكم الجل بيبقى ناشف علشان اقدر اطريه واقدر اشتغل به كويس قوي ايدي كده بعدين احنا رفعنا شعر الحاجب بيجي من بعد اول الحاجب بشوية ببدأ بقى امشي على خط الحواجب نفسه بعمل خط كده اهو خط للحاجب افضل ماشية مع الحاجب نفسه عملت خط لنهاية الحاجب كده تمام عملنا خط بعد كده بقى المفروض ان هروح هنزل بقى اعمل العكس بقى انزل شعر الحواجب تحت هنزل الشعر بالشكل ده كده هيبلي ايه خط الحواجب من فوق الخط بالضبط انا بامشي على الخط بالضبط فيجي كده على الخط بتاع الحواجب امشي عليه بالضبط اهو كده تمام اهو طيب فيه كتير سألني قال لي طب انا عايز اعرف النقطة اللي انا هبدأ اعمل منها الكيرف للحاجب بيجي من عند اخر المناخير من هنا بروح هملة بالفرشة كده بتبلي اهو طبعا عشان هناخد حاجة بسيطة نمشي بيها واحدة واحدة بالتريقة دي وامشي ابدأ املى فراغات الحاجب طبيعي الحاجب بيكون فيه فراغات الجزء اللي قدام بقى عشان اخليه شكله نورمل نخلي شكله طبيعي جدا ان انا مقفلش الحاجب من قدام لا ببدأ اعمله شعره شعره فيه كتير منكم بيبقى الحاجب من قدام فودي فيه بيقى فيه فراغات لكن فيه حواجب زي حواجب رانا كده معنا ما شاء الله حواجبها جميلة الحاجب من قدام اصلا حاجب كله مرسوم ابدأ اعمل على خييف لان انا مش محتاجة هي اصلا قريدي عندها شعر في بداية حواجبها طب بنبدأ نعمل بخط رفيع قوي بس خلي حضراتكم معي بنبدأ نمسك كده بترفي البراش بستن اللي تحت وابدأ اعمل ايه خط كده رفيع جدا بالشكل ده اهو خط رفيع قوي عشان هي ماشاء الله هي عندها حواجبها تقيلة من قدام بس طبعا انا مش حابة ان انا ايه اصغرهم تقيل تمام اهو وازبط بقى شكل الحاجب بتاعي كله طريقة دي كده مالينا خلوس كل الفراغوت ومالينا الحاجب بعمل ايه بقى هجيب الفرشة بتاعتي اللي قلنا شبه فرشة المسكرة هبدأ اسرح الحاجب ليه بعمله بلاندينج انا كده بدمج اهو بعمل عملية دمج للجل اللي انا حطيته للحواجب طميم طميم كده طيب انا بقى عايزة انضف او ابرز شكل الحاجب شكله نديف جدا ويبان قوي معايا فباجيب الكونسيلر وباجيب الفرشة بتاعتي وابدأ اعمل ايه بقى انضف الحاجب طب انضفه ازاي باجي تحت الحاجب بالضبط وروح عاملة خط بالشكل ده اهو هلاكم شايفين الخط واضح ازاي ده كونسيلر وببدأ بقى انزل ومدى عينينا كده يا رونا انزل بقى بالكونسيلر على العين كلها انا نضفت اهو انا مكنتش حط حاجة لرونة حطين قبل الهواء حاجة على العين عشان لما اشتغل اوريكوا بالضبط شكل العين عاملة ازاي وشكل الحاجب كمان نضفت ونزلت اهو كده على العين كلها بالشكل ده وبعدين انا لما بحب النضف الحاجب منترفه باجيه من الجزء الاخير اروح عاملة كده بندفه ما بحبش بقى انا عن نفسي يعني ما بحبش اجي من اول الحاجب من فوق ونضف عشان شكله بيبقى فيك شوية لأ انا كده عملت ايه بقى انا نضفت الجزء ده عشان شكله يبين نورمال يبين طبيعي جدا معي اهو عملنا كده بنيجي بقى ببيوت بلندر صغيرة دي خاصة للعين نفسها البيوت بلندر صغيرة ببقى انا بليها مية وعسرها ببدأ ايه اطبطب كده على العين علشان ايه بقى اعمل عملية بلندنج للرسمة اللي احنا عملنيها للحاجب بالشكل ده اهو كده انا هوري حضراتكم الحاجب ده من الحاجب ده نشوف الفرق بقى كده مع بعض ده مرسوم ده مش مرسوم وهي حواجبها ما شاء الله جميلة رانا اصلا حواجبها جميلة بس طبعا الحاجب اللي احنا عملناه شكله بيند وزهر وعلى فكرة احنا ما تلعنوش فوق حواجبها نهائي انا مشيت على شعر حواجبها بالزبط فدي رسمة بسيطة جدا وسهلة سهلة قوي طالما بتمشي على شعر الحاجب خلاص انا ببقى اخد رسمة حواجبي بالزبط ولا بقى بتبقى شكلها فيك ان هي تبقى عريضة قوي ولا تبقى رفيع جدا لأ بتديني الشكل ده طبعا بعد كده المفروض ان انا بحط مسكرة كمان للحواجب المسكرة دي بتبقى على حسب اللون اللي انا محتاجي سواء كان بقى بني فاتح بني غامق هو للأسف طبعا مع كعبالة الحلقة بقى واستعجالي والبرنامج وكده انا بالفعل انسيت اجيب لكم المسكرة بتاعت الحواجب لكن هي انا المفروض ان انا بعد ما عملت الخطوة دي انا بحط مسكرة للحواجب بلون الحواجب او افتح درجة واحدة من لون الحواجب بعتوا لي على البيتج وانا هقول لكم كل الدرجات وكل البرندات اللي ممكن تستخدميها وتستخدميها كمان ازاي وطبعا هيظهر معينا رقم دلوقتي على الشاشة رقم التليفون معينا دلوقتي هو موجود على الشاشة الرقم ده للتواصل لو تسأله على اي حاجة او تستفسروا عن اي حاجة وللتواصل معينا كده احنا رسمنا كده الحاجب تمام كده اهو طيب سريعا سريعا كده انا الحلقة الفاتحة تكلمت عن الحواجب بس فين انكم قال ان احنا مش ظهر معينا هو احنا معينا البرند لأ معنا مش معينا بتاع الحواجب دلوقتي طيب تمام نرسم مسكرة بس كده اللي عين رقم نحط لها مسكرة عشان بس عينها تبين معينا المسكرة بقى نحطها برضو ازاي او مدعينيك يا روني لو سمحت المفروض ان انا بمسك العين بالشكل ده انا بحط سبوعي كده برفع الحاجب وابدأ اشتغل كده علشان حتى لو جيه هيجي على ثوابق او دوفري مايجيش على دوافري مايجيش على عنيها يعني مايجيش على الجفن من فوق هيجي على الجفن من فوق هيطبع ويبقى مشكلة فانا بعمل بالطريقة دي ومش مشكلة بعد كده انا بمسح ايدي او بخسل ايدي بعد كده مفيش اي مشكلة علشان اقدر اظهر طبعا حاجبا بنعمل الحركة دي في الاول استعدادا لتركيب الرموش انا بوريها لحضراتكو عشان ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم عن تركيب الرموش وممكن ازاي اركب الرموش بشكل صحيح وتثبت معي كمان فترة طويلة تمام يبقى احنا الرموش اتفقنا بحط صباعي وببدأ بقى اسرح على صباعي عشان مايجيش على جفننا من فوق بالشكل ده كده انا اتكلمت معيكو النهاردة وشرحت لكم وصفت لكم ازاي ممكن نرسم حواجبنا بمنتهى لسهولة الحلقة اللي جاية هتبعتولي وهتقولولي محتاجين ايه بالزبط هتبعتولي تقولولي طيب نعمل ايه او اللي عايزين ليقدملكو ايه ممكن تتعلمهلكو على الهوى زي كده محتاجين وايه كل حلقة باذن اللي هنتكلم عن حاجة الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن رسم الايلينر ياريت ترجعوا تشوفوها موجودة على قناة اليوتيوب او على البيج بتاعتي قناة اليوتيوب مع امل انت اجمل حضرتك هتدخلي تشوفي كل الحلقات بتاعتنا هتقدري تتفرجي على رسم الايلينر والنهاردة كان معينا رسم الحواجب اشوفكم على خير الحلقة اللي جاية باذن الله وتابعوني كل خميس الساعة 6 هكون معيكم بديف جديد بحل مشكلة جديدة للشعر كمان بيعلمكم حاجة جديدة بالنسبة للميكوب كل حلقة ان شاء الله مع بعض يا رب حلقاتنا تكون بتاعجبكم وحلقة النهاردة بازدات يا رب تكون نالت اعجبكم اشوفكم على خير ان شاء الله الخميس اللي جاي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة